بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة الفيزياء ببساطة إذن في هذا الفيديو سنقدم لكم تصحيح للفرض محروس رقم 2 للأسدس الثاني الذي يحتوي على الدروس التالية هي درس مفهوم القوة ودرس توازن جسم صلب خاضي للقوتين ودرس الوزن والكتلة إذن لنبدأ على بركة الله بالتمرين الأول السؤال الأول املأ الفراغ بما يناسب إذن هنا معطوناش الكلمات لكن العموم هنا لنحاول نحط الكلمات المناسبة تصنف القوى لنوعينهما إذن القوى كتصنف لنوعين طبيعي الحال كان قوى تمس وقوى عن بعد لا تشاهدنا في الدروس اللي متعلقين ببعض الفرد هذا إذن كان عندنا تصنف القوى لنوعين هما قوى تمس وقوى عن بعد تفقين؟ مازين؟ وزن الجسم هو قوى نقطة تأثيرها هي إذن عندما نتحدث عن وزن الجسم فنتحدث هنا عن القوى المطبقة من طرف الأرض ونقطة تأثيرها هي مركز تقل الجسم لأنها قوى عن بعد مركز تقل الجسم وخط تأثيرها هو المستقيم العمودي المار من هذه النقطة يعني من نقطة تأثير إذن دائماً كيكون خط تأثير هو المستقيم العمودي أو الشاقولي أو الرأسي لكنه المار من جيلية نقطة التأثير سؤال ثاني صحح الخطأ الموجود في الجملتين تاليتين إذن عندنا جهة جملة خاطئة سنصححها جملة الأولى تكون دائماً القوى عن بعد موزعة وقوى تمس وموضع إذن تكون دائماً القوى عن بعد موزعة هذه صحيحة لأن جميع القوى تكون عن بعد موزعة لكن قوى تمس ليس بالضرورة موضعة إذن هنا ممكن تكون قوى تمس موضعة أو ممكن تكون موزعة نعم إذن هنا كتب تكون دائماً قوى عن بعد موزعة وقوى تمس هنا موضعة أو موزعة حسب الحالة نعم شو الجملة الثانية عندما يكون جسم في توازن وهو خاضي للقواتين فإن هنا نكتب F1-F2 إذن هنا تهدرنا على شروط للتوازن هنا صحيح ندره F1-F2 لكن نضيف المتجهات باش نتكرب لي أن نعودهم منحين متعاكساً إذن هنا طبيعي حالة صحيحنا مباشرة نعود الجملة نفسها فقط لا يكون تغيره وندره F1-F2 كنزيد المتجهات باش نيوب أن القواتين نفس شدة ومنحين متعاكساً هذا هو الشيء لكي يشير الأسهم سؤال الثالث أعطي شرط توازن جسم خاضي للقواتين إذن شرط توازن لجسم خاضي للقواتين خاص للقواتين نفس خط التأثير ونفس الشدة ومنحين متعاكساً إذن شرط توازن جسم خاضي للقواتين نمشي للسؤال الرقم 4 ما الفرق بين الوزن والكتلة؟ نحاول نرى الفرق بين الوزن والكتلة أول حاجة الوزن نعرفه القوة التي تطبق الأرض على الجسم التي تحيط بها الكتلة هي مقترفيزية عنده علاقة بكمية المادة المكونة للجسم إذن هذا هو الفرق الأساسي بينهم هناك مجموعة من الفرقات لكننا نذكره أيروح على فرق بينهم هذا كافي إذن الوزن هو القوة التي تطبقها الأرض على الأجسام التي تحيط بها أما الكتلة فهي مقدار تتعلق بكمية المادة كمية المادة عندها علاقة بالمادة التي تكون الجسم مثل المادة الحديد، الألومنيوم، بلاستيك الأخير فهي مقدار تتعلق بكمية المادة المكونة للجسم نقدرون أن الكتلة مقدار تابتة يعني ما تتغيرش والوزن مقدار يتغير مع تغير المكان والارتفاع لكن لا داعي لأن نعطونا جسطرة لا نكتبه فقط تمييز فرق يعني نذكرنا ما الفرق؟ يعني نذكره على الأقل واحد الفرق بين الوزن والكتلة ننتقل إلى التمرين رقم 2 نعلق قطعة خشب بطرف ديناموتر كما يبين الشكل التالي إذن هذه هي قطعة الخشب علقناها بطرف ديناموتر السؤال الأول أجرد القوى المطبقة على القطعة الخشبية وأصنفها إلى قوى تمس وقوى عن بعد إذن إذا نريد أن نجرد القوى المطبقة على القطعة الخشبية أول شيء نحدده ما يسمى بالمجموعة المدروسة يعني ماذا ندرس؟ إذن المجموعة المدروسة هنا ندرس قطعة خشب هنا في بعض الحالات ما كان نكتبوش مجموعة المدروسة كما نحدده مباشرة قوى تمس وقوى عن بعد لا شيء مشكلة بشكل نحن نحدده قوى تمس قوى تمس ما هي القوى التي توجد في تمس مع القطعة الخشبية كان فقط ديناموتر ولي شدد القطعة الخشبية في النقطة إذن القوى المطبقة من طرف الدينامومتر ثم نشو القوى عن بعد كان قوى عن بعد نقطتين ما هي القوى عن بعد؟ كان القوى المطبقة من طرف الأرض ونسميها بوزن قطعة الخشب إذن القوى المطبقة من طرف الأرض نقوله غير وزن قطعة الخشب أو وزن جسم تفقين؟ نذهب الآن إلى السؤال الثاني حدد مميزات القوى با وزن قطعة الخشب مع العلم أن الكتلة لها هي أم تسوي 500 غرام إذن نطلب منها تحديد مميزات القوى با والمميزات هو ما نحددون نقطة تأثير ديالها وخط تأثير المنحة والشدة دائما عقلوا عليها مميزات ديالشي جسم كيف ما بغي يكون ما تتغيرش في نقطة تأثير وخط تأثير المنحة شكونك يتغير فقط الشدة إذن المميزات التي نكتبونها تقدروا تكتبوها في الفرق اللي عندكم فقط الشدة يلي كتغير إذن مشيوا الآن نجوبوا إلى السؤال إذن عندنا نقطة التأثير عندنا خط التأثير عندنا المنحة و الشدة نبدأوا بنقطة تأثير نقطة تأثير أين هي؟ هنا دائما هي مركز تقل جسم إذن بالنسبة للوزن جسم شاهدوا بالنسبة للدرس الوزن كتلة نقطة تأثير دائما هي مركز تقل الجسم هي الج خط التأثير دائما كيكون المستقيم العمودي المار من الج إذن مستقيم العمودي اللي كيمر من الج تفقين إذن هو المستقيم العمودي المار من الج لأنه عندنا نتلقى الجسم كيطح للنحو الأسفل شكل عمودي وبتالي خط تأثير سيمر من الج لمنحة دائما كيكون من نقطة تأثير اليمين الج نحو الأسفل إذن جميع الأجسام كيطح نحو الأسفل نحو الأرض إذن هذه الثلاثة اللي كتبنا هنا ما يتغيروش بالنسبة للمميزة ديالشي قوة أو وزن ديال القطعة خشبية ولووزن الجسم بصفة عمادو ما يتغيروش إنه يتغير الشدة الشدة علاج حيث كان كتلة ديال كل جسم كتغير إذا اريدنا نحددوش الشدة نحددوها بعد العلاقة بـ B تساوي M مضروبة في الج لأن هذه العلاقة كان في الدرس M هي الكتلة ماذا يعطونا في الكتلة في المعطيات الكتلة اللي عطونا في المعطيات قريباً كينة 500 جرام وخصة نحوولوها إلى الكيلوغرام أردو البيض 500 جرام خصة تحوول إلى الكلوغرام نديرون نحويلها نعتمد على ما تحويلها نرسمها بسرعة إذا تحويل هنا يعني سهل ماذا نديرون هنا عندنا الكلغرام عندنا الهيCTغرام الديكاهم إذا 500 جرام إذا لدينا 500 جرام إذا لحقونا الكيلوغرام هي 0.5 كيلوغرام وبالتالي تساوي 0.5 مضربة بالجاية شدة ثقالة نعطي هذه المعطيات عطونا شدة ثقالة 10 نيوتون يعني 0.5 مضربة 10 تساوي 5 نيوتون إذا هذه الطريقة التي نعتمد عليها لحقونا الشدة وعيد نضرب العلاقة P تساوي M في الجاية ونحدده M ونحولها الكيلوغرام ضروري تحويل إلى الكيلوغرام ثم بعد ذلك نضربه شدة ثقالة وقد أعطينا 5 نيوتون إذا هذه القوة التي تطبق الأرض على هذا الجسم لور القطعة الخشبية نمشي الآن إلى السؤال رقم 5 استنتج معلل لنجوابك إذا هذه الكلمة التي يستنتج معلل لنجوابك مهمة جداً لا نشرحه لماذا؟ إذا استنتج معلل لنجوابك مميزات القوة T التي يطبق هذه الخيط على قطعة الخشب ماذا ما أطلبه مننا؟ نستنتج مميزات القوة T ما هي القوة T التي يطبق هذه الخيط على قطعة الخشب يعني الخيط اللي كان عندي هنا هي ديال الدينامومتر بطبيع الحال هل نشوفو نحدد المميزات اللي نحدد المميزات اللي كي يطبق الخيط ديال الدينامومتر ولكن بالاستنتاج إذن إلا قلكم هنا استنتج معلن جوابك أو حدد معلن جوابك ضروري نعلو نعطو تعليل إذن كنكتب واحد جملة كنقوله مثلا بما أن قطعة الخشب بما أن قطعة الخشب في حالة تعواز فإن للقوتين نفس ماذا نفس نحدده الصروب نفس خط التأثير ونفس الشدة ومنحيان متعاكسان إذن وكم شو نحدده هذه المميزات وكم شو نحددهم بما أن نعلن الجواب نبدأ بنقطة تأثير نقطة تأثير خط التأثير المنحة ثم الشدة نبدأ بنقطة تأثير أصلا حددنا المستقيم العمودي المر المستقيم العمودي المر من ج لأنه نفس خط تأثير القوتين القوة ت ت ت مع القوة ب عندهم نفس خط تأثير وخط تأثير حددناه هنا تفقين ماذا للمنحة بما أنه منحيان متعاكسان هنا من ج نحو الأسفل هنا من أ نحو الأعلى يعني نقطة تأثير هي من أ نحو الأعلى تختار لأنها نقطة تأثير شدة بما أنه نفس شدة تكون تي تساوي تساوي لنا بي وفي أصلا حددناها هي خمسة نيوتون إذن عندهم نفس شدة تساوي خمسة نيوتون إذن جاوبنا على السؤال رقم خمسة مشاهل الآن السؤال ستة مثل على نفس الشكل القوتين بي والتي المطبقتين على قطعة الخشب باستعمال السلم واحد سنتيم لكل اثنان فاصلة خمسة إذن الآن وصلنا لتمثيل تمثيل القوتين بي والتي مطبقتين على قطعة الخشب نعتمد على السلم لدينا واحد سنتيم لكل اثنان فاصلة خمسة نيوتون نحن جاوبنا لدينا خمسة نيوتون لأنهم تساويين إذن جاوب نيوتون تحت نيوتون ونقوم بإكس لكي نحدده مصنطين إذن إكس يساوي خمسة في واحدة خمسة مقسمة على جونس إذن خمسة مقسمة على جونس ستعطينا اثنان سنتيم ستعطينا ونقوم بمثل هذه القوة هي خمسة نيوتون نقوم بجوزة سنتيم بالاعتماد على السلم نقوم بمثل لكي نعرف كيف نقوم بمثل بالنسبة للتمثيل نحترم هذه المميزات نبدأ بمثل وزن الجسم لدينا نقطة تأثير هي النقطة الج هي الج نبدأ منه النقطة الج خط تأثير هو المستقيم العمودي من الج يعني هذا ولا يكون خط تأثير تقريبا هو هذا المنحة من الج نحو الأسفل هنا من الج نحو الأسفل تفقين ليس حال هذه المنحة من الج نحو الأسفل لدينا خمسة نيوتون بالاعتمال على هذه المنحة تكون 2 سنتين وبالتالي ترسموا بالمسطرة 2 سنتين بحالة الشكل إذا تعتمدوا على لها وبالتالي هذه هي بمتجرة لأن تم تمثيل هذه المنحة 2 سنتين متفقين نحو الأن إلى تمثيل القوة التي تطبقها الخيط على القطعة الخشبية نقطة تأثير هي النقطة أ هذه نقطة تأثير هي النقطة تأثير خط تأثير هو المستقيم العمودي نفس المستقيم نفس المستقيم المنحة العكس نحو الأعلى وفي حالة نحو الأعلى نحو الأعلى نحو بخمسة نيوتون تقريبا وهي 2 سنتين يعني كان بدأوا من A وكان نحو تقريبا بـ 2 سنتين في هذه الحالة وهذا هو التمثيل لقوة T متجهة وهنا كان عندنا تقريبا كان عندنا تقريبا 3 سنتين هنا متفقين هذه هي طريقة التمثيل التي نعتمد لها في جميع الحالات إذن كنت نسلنا تمرين رقم 3 نعفو تمرين رقم 2 ننتقل إلى التمرين الأخير بس نسلوا هذا الفرد محرص إذن التمرين الأخير يريد سائق شاحنة توجه لمدينة أغادير لمدينة أغادير وعند وصوله لتارودانت فكر بالدخول من باب البلالي لتناول الغذاء قبل الانطلاق لكنه تفاجأ بعلامة طرقية عند الباب تمنع المرور بالنسبة للعربات التي تتجاوز كتلتها 8.5 طن سائق أتى من تارودانت أراد أن يدخل من باب البلالي باب البلالي 8.5 طن يعني لدى الشاحنة هنا فلم يحترم قانون السائر لمساعدة هذا السائق على اتخاذ إجراء القانوني أجب عني تساؤلات تالية إذن همشوا نشوفوا هل سيتمكن هذا السائق أو هل سيستطيع من المرور من هذا الباب إذن همشوا نبدأ بالسؤال الأول مطلوب منه وحسب كتلة الشاحنة بالكيلوغرام ثم بالطن علما أن شدة وزنها بي وعندنا شدة تقالة هي ج تساوي 10 نيوتون إذن همشوا نجاوبه على السؤال الآن إذن أول حاجة مشوا نحسبه الكتلة إذن لتذكير فقط كان هناك واحدة مطلوبة حالات الشكل يساعدنا كثيرا في استعمال العلاقات كنجد بينا أم والج ما نحسبه الآن؟ نحسبه الكتلة وإذن لتذكير فقط نجده نصب الدينا ومحالة أتساوي أتساوي بي مقسم على الج إذن هنا أم تساوي بي على الج إذن نستمله هذه العلاقات إذن لدينا بي تساوي أم نضربه في الج حسب المثلة تعطينا أن أم تساوي بي مقسمة على الج ونعاوضه بيش حتى تساوي كتساوي خمسة وتسعين ألف مقسمة على إيش؟ على عشرة إذن هنا في الحالة دلقوا أن أم تساوي 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 9500 كيلوغرام الوحدة هي الكيلوغرام إذن دفع حسبنا الكتلة رأسها لم يعرش حاولوا غير تعتمدوا على هذه المثلة سينفعكم كثيرا في الإجابة على تمارين إذن نحددنا الآن الكتلة بسهولة ننتقلوا إلى التحويل إذن نحاولوها الطون ما سنفعله؟ سنكونوا بعرفهم العلاقة بين الطون والكيلوغرام واحد طون فين ألف كيلوغرام واحد طون فين ألف كيلوغرام إذن واحد طون من تعتمده واحد طون يساوي ألف كيلوغرام والعلاقة التولاتية قد نشكلة تحت المقدر لأخر نحن 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 حصان 3500 كيلوغرام نحن 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 نكمل هنا في الأسفل لأننا نقوم بإمكاني المكان حيث نفعل x كي ساوي 1500 ضربة فيها 1 و أقسمها إلى 1000 1000 ضربتها فى الحس Hope إذا دعونا نحوول هذا 1500 كيلوغرام نمط أداو القريب 10.5 طان تفقين إذن هذا هو جعب ديال السؤال الأول لأنه قشل المكان السؤال تتمدي له يهدي سؤال ثاني هل سيستطيع السائق عبر باب البلالع في هذه الحالة إذن باب البلالع إذا ما أردنا أن نمر منه يجب أن لا تتوجاوز الشاحنة وحمولتها 8.5 طن في حين هذا السائق لحمولة الكتلة ديال الشاحنة يعني كاملة هي 9.5 طن مبتلي لن يستطيع مرور إذن أنا نجابه لن يستطيع السائق عبر باب البلالع لأن كتلة الشاحنة تجاوزت الكتلة المسموح بها نجابه نجابه مثلا 8.5 طن ليه الكتلة المسموح بها أصغر ولا تعد فاصل 5 طن أكبر بكثير من 8.5 طن إذن كملنا تورين الثالث وإلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو أتمنى أن تستفيدوا من هذا الفرد وبالتوفيق للجميع في اجتياز الفرد محروس رقم 2 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة